الشخصية يمكن التعريف بتاعها إجرائياً هي اللي بيظهر من الشخص من سمات ممكن تميزه عن غيره يعني يمكن الشخصية في اللغة العربية جاية من المصدر شخصة وشخصة يعني باروز أو ما باروزة من الشخص الشخصية في اللغة الإنجليزية جاية من هالهي برسوناليتي جاية من برسولة يعني القناع وده مفهوم لاتيني إن كان الممثل قبل ما يؤد الدور على المسرح اليوناني يلبس قناعي يدين للناس إيه الشخصية دي هتبقى ما شايف أنهي كاركتر الشخصية في تعرفها الإجرائي عند الناس هي اللي بيظهر من الشخص فإذا المعرفة أكتر من الانطباع الأول اللي بيبانى عند الشخص فتلاقي حد تقولي ده إنسان كويس جداً ولطيف وهادي فتلاقي حد تاني منهم مراته مثلاً تقولك ياه ما اللي إيده في المية من زي اللي إيده في الراجل ده المسألة ممكن تختلف من شخصة للتاني بس خلينا الأول عشان ما نخوفش الناس من مشكلة التقلب المزاجي التقلب المزاجي أو المود سوامينج ده ممكن يجي ازا ديسوردر يعني في حاجة اسمها البيبولر يعني ايه بيبولر اللي هو البيبولر افاكتف ديسوردر أو التراب وجديني يعني ايه التراب وجديني يعني التراب بيجي في المشاعر واللغبطة وده لازم يجتمع فيه نوبتين أو على الأقل نوبة منهم تكون جات مرة واحدة اللي هي نوبة الدبراشن ونوبة المينيا يعني نوبة الهوس ونوبة الاكتئاب يعني تلاقي حد مكتئب طول الوقت وفجأة جات له نوبة بيتكلم كتير بيتحق كتير بيصرف كتير بيمشي كتير بيتحرك كتير بيقول ألفاظ بيقول نوكت ما كانش بيقولها قبل كده بتصرف تصرفات لا تتناسب مع سنه أو وضوه أو أخلاقه أو تربيته هنا بيكون فيه مثال حي للبيبولاريتي اللي هو الطراب الوجداني طيب فيه المود سوامينج ده أو الطراب المزاجي أو التقلب المزاجي ازا برسوناليتي ديسوردر لو في حد ذاته مرض وظهر زي ما أنا شرحته كده إن حد بتظهر علينا وبات بنسميها البيبولاريتي البيبولاريتي اللي هنا بيتمينية مثلا مفرطة زي ما شرحت قبل كده بيظهر شكل مفرط من سلوك معين زي الكلام الكتير أو الحركات الكتير أو الجنس الكتير أو الأكل الكتير أو السهر الكتير كل دي ممكن تبقى علامات لإن هو مصاب بالبيبولار أو للطراب الوجداني طيب لو التقلب المزاجي ده كالطراب الشخصية مش كالطراب نفسي بيبقى موجود عند نوع من الطرابات اسمها البوردرلاين برسوناليتي ديسوردر بوردرلاين برسوناليتي ديسوردر هو الطراب الشخصية الحدية من لتقلب المزاجية أو البå البان بودية هل تسموها حدية لأنكrà على الحدود ما بين الإطرابات الزهانية والعصوبية لتقلب المزاجية ما بين الجنون والإبداع لتقلب المزاجية ما بين العقل والأعقل لتقلب экспcreat牡 River لتقلب المزاجية ما بين الحاجة الكويسة جدا والحاجة الوحش يعني صفها وعكسها بالضبط أنت النهاردة أحسن مزيعة في نظري بعد دقيقة ممكن تكون بعد يوم ممكن يكون بعدها أقل بعد أكتر أنت أسوأ مزيعة ممكن أشوفها التقلب المزيجي أنت النهاردة أحسن دكتورة أنا قابلته بعدها بساعة ده أسوأ حتى ممكن أتكلم معه يبقى الأول بيجي كالطراب نفسي مستقل أو كعرض من أعراض الطراب الشخصية أو يجي كثمة الناس كتير جداً بيكون عندها التقلب المزيجي وهي مش واخد بالها إلا حصل يعني بيظهر منها في بعض المواقف أو الأحوال النفسية أو التصرفات هشرحها لك دلوقتي بشيء من التفصيل الأول يعني إيه تقلب مزيجي تقلب مزيجي أنك تكون متعودة على حد في حالة معينة وفجأة يظهر بعض السلوكيات والتصرفات اللي تنافي الحالة اللي احنا تعودنا عليه منها يعني تلاقي حد دايما متعود يبقى هادي ولطيف ودسنت وبيتكلم مع الناس بيحترام وبيحترمهم بيقدرهم فجأة بقى بيتكلم معاهم بألفاظ ويتعصب ويكسر ما كانش ده ظاهر منه قبل كده حد تاني يبقى طول الوقت بيتحك وبيهزر فجأة تلاقيه لا ما بقاش عايز يتكلم بقى نيكا دي كده ومش عايز يتكلم الناس طيب الموضوع ده بيحصل عند كل البشر اه بيحصل عند كل البشر طيب إنت هنقول إن ده مصاب بالتقلب المزيجي او عنده ده عنده الانستابل مود الانستابل مود بتيجي لما الإنسان بيتعرر لهذا الموقف بشكل متتالي اقولك الدكتورة رانيا دي زمان كانت حدي هادي جدا بس من ساعة ما رجعت مصر وهي بقت متقلبة المزاج بقى بتتعصب من أقل حاجة بتتدايق من أقل تصرف بتتوتر لأقل مشكلة أصغر حاجة بقى تأثر فيها أطول مدة أقل موقف بقى يأثر فيها أطول وقت أصغر الأشخاص في نظر الجميع يحدث فيها أكبر أثر حتى وإن كانت هي أكبر من الجميع التقلب المزيجي إن الإنسان بيتشان من البرسوناليت بتاعته أول طبقة جمدة فيها وبتحول بعد كده إن السنستابل تبقى هي اللي ظهرة إن الحساسية تبقى هي اللي موجودة إنه يبقى عرضة إن أي حاجة مهما كانت تثهى أو بسيطة أو عديمة القيمة تبقى هي اللي بتحركه أو بتوتره أو بتوصله من حالة لحالة وممكن ده يبقى في أسوأ حالاته وفي لحظة معينة أظهر كلمة ترضيه وبعدها أقل كلمة تزعله وبعدها كلمة أقل من الاتنين توصله الحالة تالتة خالص ممكن الناس تحكم عليها فيها بالتقلب المزاجي يعني أنا مقدرش أتهمك بالعصبية لإنك تعصبت في موقف يدعو فعلا للعصبية مقدرش أتهمك بالإندفاع أو الإنفعال لإنك انفعلت في موقفك اللي لازم تنفعلي لكن أقدر أن أنا ألحق بيك أو ألسق بيك سمة أن أنت متقلبة المزاجي أننا نبقى عادين وفجأة تقلبي أن نبقى بنتكلم في حاجة لا تدعي أو لا تستدعي أن أنت تنفعلي بالشكل المبالغ فيه وأنت تتوتري جدا أو تظهري وأنت منفعلي أكتر وصله لك إذا ما تكرر هذا التصرف الإنسان يطلق عليه أنه متقلب المزاجي أنه يبقى دلوقتي كويس بعد شوية مش كويس خالص أنه يبقى دلوقتي حصري بعد شوية بيتكلم في حاجات ولطيفة وبيضحك وبيقول نكات وحاجات منك السؤال الأهم هنا هو مين الناس العرضة للإصابة بالتقلب المزاجي كاسمة طب خلينا نقول أن هذا التقلب المزاجي كاسمة ممكن يجي المين أول نوع وأخطر نوع ممكن يتعرض للتراب المزاج أو التقلب المزاجي هم الحمولين مين الحمولين؟ هم الناس اللي بيستخدموا نظرية أنا بقى سميها الشخصية الإسفنجية يعني إيه الشخصية الإسفنجية؟ أنت عارفة في مفهوم أنا كنت رددته لسنوات في كتير من الدول بخصة عند النساء اسم وفهوم الرئة النفسية إحنا عندنا رئة هي اللي بتستنشق وتقدر تبرمج عملية الشهيق والزفير ورئة دي كل ما بنتعرض لملوسات أكتر كل ما بيجي لها انفكشنز أسرع وأكتر وأكبر الرئة النفسية دي موجودة عندنا كلنا بس عند الستات بتبقى أكثر عرضة للإصابة أكتر لأن الستات بتعبر عن مشاعرها أكتر والدليل أنك تروحي مثلاً جنازة تمشي وراء متوفة فتلاقي أن كل الرجالة ماشية كده وثبتة ووفقة من نفسها لأن عيب واجبه راجل ما يجب علي عبر عن المفعلات خد بالك راجل ما يجب علي عيط راجل ما يجب علي نضعف راجل مجب علي نضعف حاجة طبعاً غريبة جداً الستة طبعاً ما إسموح لها بدافة بتعبر عن أنفعلاتها متكرر بشكل متكرر لذلك الرجالة بيموتوا أسرع يعني عمر الستات أطول من عمر الرجالة بس الرجالة لما هلما بتموت أسرع بطبقى بأمراض أقل من الستات فهم الفرق? كل ده عشان حاجة اسمها التعبير او التفريغ او التصريح الانفعالي ان هي بتصرح عن هزي الانفعال ماينفعش ابدا مش من العدل خالص ولا من الاخلاق حتى ان انا اتهم زوجتي بالتقلب المزاجي وان هي متضايقة جدا وانا مش واخب بالي ان هي بعد ما فضلت عدد كبير من الساعات وقفة بتعملي حاجة كولها موتلاش متشكل ماينفعش خالص ان بعد ما هي تعبت مع ولاد طول اليوم في مذاكرة وتمارين وبعدين انيمتهم وانتظرتني وجهزتلي حاجة عشان انا محتاجها وما انا مقول لهاش كتر خيرك او كذلك مع رجالة ماينفعش راجل بعد طول يوم شغل وشقاء وتعب بالنسباله ويرجع يلاقي حدا بيقولوش حمد الله على السلامة وانا بستقبلك وان شاء الله نتكلم كلام يعني ممكن ما يدايقكش قوي ومش هفتح لك الموضوعات اللي ممكن تكون بتعصبك ده بيخلي فيه بعض التقلب في المزاج بس هنا دي استجمة دي واصمة الواصمة دي انا بقى ولسقها بشخص انا ظلمته لما قلت عليه متقلب المزاجي بعض الناس الحمولين اللي قلنا عليهم اللي هو النوع الاول من زوية التقلب المزاجي الحقيقة ان التقلب المزاجي بيبقى بعد نوبة من الامبالسافيتي للشخص ده يتحمل ما لا يمكن غيره انه يتحمله ويكتم في نفسه ويتخيل انه بيرمي بس هو مش واحد باله انه بمارس حاجة من الدفانس وميكانازم حيلة دفاعية اسمها الكابت والكابت هو سيد وملك واساس الحيلة الدفاعية يبقى الكابت ده يرميه على طول في دايرة او سلة اللاشعور وهنا يتملي مع الكابت السلة دي بسرعة وبعدين تبدأ نظرية احنا بنسميها في بعض الابحاث الفضايحة ان الانسان ينفعل او يثور او يغضب في وقتها يخسره كتيراوي مع ناس مش هيقدروا اللي هو بيعملوه ده خالص بعد نوبة الامبالسيفتي او الدلدقة بتاعة مج اللي شعور اللي اتملع على اخره ده يبدأ يعاني من حالة من التقلب المزاجي التقلب المزاجي ده كأن واحد كان حصل له حادث او تخبط او عمل اي مشكلة مفاجئة فيبدأ يعيد الاتزام مرة تانية الحقيقة ان اعادة الاتزام مرة تانية بيبقى فيها التقلب المزاجي يعني بعد ما يعمل هذه النوبة الاندفاعية اللي بيكون فيها تفرير مبالغ فيه لشحنة اترسخت جواه من خلال كابت في مواقف كتيرة سابقة بيبدأ بعدها يعاني من التقلب المزاجي الوقت وبعدين يرجع لطبيعته يبقى دي ازاسامة كأنها تريد في الشخصية النوع الثاني غير الحامولين والكاتومين هم غير المستبصرين يعني ايه تبصر ان اكون انسايتد يعني بقى عارف انا بتعمل مع مين ومفاجئة تعمل مع ازاي لكن فيه ناس بتبقاش انسايتد خالص الانسايتد ده ابعد من المعرفة لما تيجي تعاملي الشخص اللي عنده تقلب مزاجي وتوافقيه على كل اللي بيقوله هو بعد كده بيحاسبك انك ما بقيته ازاي الموقف ده انت بتتعاملي مع شخص متقلب المزاج وبتتحمليه وهدى واللي انت عايزه هنعمله لك زي بيكون عندك طفل والطفل لما بيغضب ويثور بيكسر فانت تقول له اهدى احنا نعملك اللي انت عايزه بس ما خلاصه يعني ويبدأوا يقدموا له التنازلات انا هنا حطيت في عقله الواعي مش اللي واعيك بس ان انت لما هتعمل كده هديك اللي انت عايزه